يا المسلم شلونكم اتمنى تكونوا بخير صحة وعافية المدرب حسن العبيدي مدرد المهارات الحياة مهارات هكر النمو الفردي واليوم نريد نتكلم عن بعض التقنيات اليابانية حتى نقدر نتقلب ونتعامل مع الكسل بصورة افضل اولا ايك هجاي اكوفة كتاب حول هذا الموضوع اسمه ايك هجاي هذا الكتاب يقول انه بانه اليابانيين عندهم مجموعة من القيم في حياتهم عندهم مجموعة من الهداف في حياتهم اللي يخلوهم دائما في حالة انجاز مستمر هذا الشي اللي يخليهم يقعدون من الفجر ويشتغلون وحتى من يطلع التقاعد شفوا هو دائما في حالة عمل ولهذا السبب يكون اعمارهم 120 110 125 واللي يموت بعمر 98 يقولون خطيئة مات بالشبابة ايك هجاي شنه يعني؟ يعني انت لازم عندك هدف في حياتك عندك مجموعة من القيم في حياتك شنه يعني عندك مجموعة من القيم مجموعة من الاهداف هاي الاهداف مو الامور اللي امت تريد تحصلها لا امور اللي امت تريد تقدمها للعالم تريد تكون صالم محتوي في هذا المجال تحسن حياة المتابعة اللي عندك تريد تكون مختص في هذا العمل تريد تكون افضل طبيب يجري تكون افضل طبيب حتى المراجعين مثل منقول ياخذون كامل الاستفادة من العلاجات او من امور او النصائح اللي انت تقدمها تريد تكون مختلف فهنا انت شنو تريد تقدم فد قيمة للعالم وهذا الشي اللي يخليك انت تتغلب على الكسل تتغلب على الهمال ومتأجل الامور عندك اهداف متتالية تريد تقدمها فاذا ما عندكم اهداف في حياتكم وروحوا يشوفوا دورة هكرة في المجانية اللي موجودة في ناضي العقل دورة علمية عملية يعلمكم اشنون تخلو من نفسكم قيم ورسالة واهداف ابو فلاحظم يفيدنا تابع لانها يعدنا مجموعة من التقييات من التقييات شنو مجموعة من التقنيات اي كجا يمكن مو لك ثاني عدنا كايزين شنو يعني كايزين يقول لك يابا امتى في كل فترة يركز على مهمة وحدة لا تجي وتخلط الامور اربعة امور خمسة امور ستة هذا اصلا ترى علمية حسب علم العصاب يتاعب العقل ليشوف هسا هذا عقلنا نشط بمعنى الدم موجود في كل ايزاء العقل بس في كل لحظة اللي انت تستخدم جزء معين من العقل الدم كل يجي انتقل هنا ففعالية باغي العزاء يقل ليش لان انت يستفاد من هذا القسم هسا انتو من تتابعوني من امركزين معي هيبو كامبس العقل وهذا قسم الامام من العقل شنو نشط ذاكر البعيدة اي شوية مو نشطة اي زاه العقل الباقية مو كان من نشاطة مثلا اطيك في المثال هذا البيت باربع قروف مثلا هذا البيت باربع قروف اني صاحب لهذا البيت مثلا قول عشرة امبيرات هاي الغرفة حتى تشتغل اشغل كم امبير احتاج مثلا تسعة اشغل يبقى كم امبير واحد الباقية يزال البيت اذا اريد استخدم غير غرفة عليك بالاجهزة شغل باجه الاجهزة والاضوية والاجهزة التبريد وغيرها لازم هاي القرفة شنو اطفية نفس الشيء شوية العقل انت هسا تركز على مهمة وحدة تسوي شي واحد تدروس تلعب رياضة مالي شو تريد تسوي تستخدم جزء واحد عقلة ما يقدر يفاعل كل الاجهزة اذا تبدل بين المهام هسا تسوي شغلة بعد شوية يسوي شغلة يعني هسا تطاب بالاستجرام تقلب بالاستجرام وشوي تتابعني تقلب بالاستجرام وشوي تتابعني جاي تفاعل اجزاء معينة من العقل كل شوية الدم رايحنا جاي منا رايح منا جاي منا رايح منا جاي منا شنو يتعب ينهك امودي وجاي شغل طفي شغل طفي شغل طفي تقبل ابو المولد يسوي شبياك شغل طفي شغل يخبلك يتخبلك نفسكم اذا في كل مرة اركز على الشي واحد على مهمة وحدة وقدر المكان هاي المهمة شنو اقلل يعني اصقره اذا ياخذ من عدي ساعة ساعتين ما اقول ساعتين جره واحدة اربعة اخسام بربح ساعة ربح ساعة واستراحة خمس دقائق ربح ساعة واستراحة مو انتو مهمل مو انتو مهملين على اغلال اخلي اكمله بهاي الطريقة المهم شنو اكمل مهامي ثالثا بومودور بومودورو مو يسمو بهم احنا نسمي بومودور بومودورو طبعا هاي تقنية مو يابانية ايطالية بس مادل اشاني بهاي كتاب غيرت عنه ياباني المهم بومودورو هم مهم هم زيان سالفة بومودورو اصلا من جاي بومودورو او هاذا الساعة يستخدموا المطاعم والايطالية حتى يسونا هاي صلصة البيزا يقول لك هاي صلصة البيزا حتى تصير تحتاج لاش قد خمس وعشرين دقيقة تمام خمس وعشرين دقيقة دراسة او عمل خمس دقيقة استراحة او خمسين دقيقة خمسين دقيقة عمل او دراسة وعشر دقيقة استراحة حد الاقصى للعقل اللي تقدر تصفاب من عدة ثلاث وخمسين دقيقة وراه يتعق لسه واحد يطلع يقول لا انا ما تعب انا ساعتين اجرها ايه ادري بيك ساعتين تجرها تدرس بس برا ساعتين سواليف ليش يصير ها تتعب تحس بعد ما بك حيط ما عندك طاقة ليش لان ما شحنت نفسك الهدف من هذه السراحات مو يعني العقل عقلك او ذهنك تعب لا الهدف من عدة ما نخلي يتعب الاستراحة عب استراحة شنو السيارة عفو لما نعجي السيارة مو انتظر يخلص البانزين واجه فوله لا قبل ما يخلص البانزين داما شنو ابقوا محاول علي اخلي شنو مفول البانزين فعقلنا من انتظر طاقة تخلص وجه فوله لا استفاد من عدة في هاي 25 دقيقة في هاي 50 دقيقة ادرس بتركيز ادرس بنشاط ما اخلي عقلي الشتت يروح منا ومنا خمس دقائق اخذ استراحة ذهنية اذا ما تعرفون شن استراحات ذهنية روحوا لموقع هذه العقل عدة مقالات حول هذا الشيء هنا مارد تكلم عنها خاف الحلقة تصير طويلة وهي فعلا صارت طويلة رابعا هارا هجيبو هذا اصلا لازم يسير من عادات احنا العراقين والعرب بشكل عام هاي العادة يقول لك يا با هذا الماعون مال اكلماتك دهت خلصة للنهاية ايه اشقد ما خالي لك بي اكل من عنده فمانية بالمئة عشرين بالمئة عوفة هذا اكل زايد اللي تضغط على نفسك ومك تقول يما اكل يما كابشك الضعف وجهك صاير اصفر تجبرك تاكل هذا يضغع المعدة المعدة شنو عضلة هاي العضلة حتى تشتغل يحتاج للدم كل ما كان عمله صعب يحتاج للدم اكثر الدم بعد متاكل يعني الدم ينزل من كل جسمك من يروح للمعدة اكبر غدا يروح للمعدة فوصول الدم للعقل يصير صعب اهنا انت شا تحس الدوخ تنعس دم ماذا يوصل اكسجين ماذا يوصل خفضت الطاقة نزلت الطاقة اكو بكم شي سوي يضرب سريد يضرب مندي يروح يدرس ماذا يعني هو الدراسة يحتاج للطاقة عقلية عالية انت هم عدك جات تشتغل هم عقلك متقدر فشنو قدلوا من اكلكم اليوم عدي دراسة عدي امتحانات اي درسوا هواي متوازي مجبور ما اعرف ليش تريد تدرسوا هواي ما اضغط على معدي ما قل لي اترسوا اكل وبعدين اجي سودهم صخمة خامسين شوشن شن يعني شوشن يعني هذا الشي اللي هسه انت تتسويه اللي مال من عدة اللي كارهه اللي بعد عقلك يتعود عليه رجع لأول ايام اللي كنت تتعلمه شايفين اول ايام اللي كنت تتعلموا فاد لعبه معينه فاد مهاره معينه رايح اول ايام مسجل في جيم اول ايام مشتري الحاسبة اول ايام مشتري مبايب اشنون مشوق اشنون عندك حافز او اشنون متونس نقول لك حاول ترجيح اذا نيش الايام تستعملي الشغلة تقرأ المادة تتعلم شي وكأنما اول الايام اول ايام المدرسة محفزين كلها جاي بكامل طاقته حاول ترجيح اي الاحساسات صور نفسك اول ايام تمام تمام سادسا وبسابي يعني اذرك الكمالية هاي الكمالية عوفها انو الشغلة لازم تكون الا كامل المواصفة اذا ما اقعد ستة الصباح ما ادرس اذا ما اقعد خمسة الصباح ما ادرس لازم لازم نفس الجدول اللي يعدي لازم اني يكون مثل رجل آلي ما ضيع ولا دقيقة وباليوم انجز 12 مهمة وال 12 بالليل بكامل طاقته احنا مو رجل آلي يا اخي عوفك كمالية عوف المثالية سابيش قعدت منهم بثمانية خلاص ابدي بتسعة خلاص ابدي متلحق خلاص اللي تقدر عليها انجز اللي تقدر عليها عوفك كمالية عوف المثالية مواضع عقلك اضحك عليك من يشوف ان تبقيق صفة هاي المثالية والكمالية يستغلها نحن عقلنا بشكل عام يحب الكسل ليش يحب الكسل حتى يحافظ على طاقته واحدة من مبارف العقل الاساسية انه يحافظ على طاقتنا قدر الامكان يحب التسويف قاعد متدمي متمدد قدام التلوزيون كل شي ما يسوي باعذار انت تحس منطقي بس يوم منطقي ما اخذ على احساساتك والله اليوم ما ادرس ليش ما ادرس والله ممكن انت منبه الساعة يقعد بالاربع فجر والقاعدة بثماني خرب واهسي هاي عذور منطقي مو منطقي بس احساسات احساسات اش وقت ما تقعد ادرس اش وقت ما يسل لك وقت انجز مهامك اجقد ما تقدر كمل اجقد ما تقدر كمل تمام اخيرا اخيرا وليس اخيرا هذا من عدي المكافئات المكافئات جدا مهمة العقلة لازم تخلون مكافئات العقلكم والمكافئة مو تخلي حتى تضحك على عقلك لازم صدق تقدم على عقلك انجز هاي المهام في نهاية اليوم راح يشوف حلقة من المسلسل اللي احبه بشرط مكمل مهامك بشرط مكمل مهامك انا في هوا من الحلقات اقول بينه مشاهدة المسلسلات والافلام والخروج مادري وين مع اصدقاء السوم مضيعات للوقت صحيح مضيعات للوقت بها حالة مضيعات للوقت يوم اليان عندي اهداف ما مكملها يوم الي عندي مهام ما مكملها ما مخلصها بس يوم الياني في من ساعات دارس عشر ساعات مشتغل في نهاية الساعة مشتغل استحقفت شي ارتاح بي مشاهدة فيلم مو النسل لي ارتاح بي مشاهدة حلقة من المسلسلة مكافئي لي حفز عقد بينه شوف اكو وقت للتسويف اكو وقت للتسخيط بس يسا وقت العمل لازم احنا نشتغل ندرس اشتغل ادرس في نهاية يوم هاي المكافئة مو تطي المكافئة نفسك في اول اليوم خلطيك يا حبيبي عقل المكافئة حتى تتحفز ايه عقلك كان يكيف ياخذ المكافئة بعد يقول لك يلا اتوكد بالله رحناه ما خليك تدرس المكافئة في اخير اليوم بشرط الاهداف اللي خالي نفسي تكون منطقية مو تخلي اهداف ما ستة و ثلاثين ساعة متراكمات الدراسة متراكمات الاعمال يا حبيبي يا عقل اذا هذين الامور امجزتين خلال اثناعي ساعة انا اخليك تشوف فيلم اخليك تشوف مسلسف تضحك على نفسك امور منطقية فمان ساعة دراسة فمان ساعة عمل عشر ساعة دراسة ما ادري اش قد تقدر ازياد امكاني تكشين منطق اللي انت تعرفه مو تروح تنسخ من الاخرين تشوف صديقك ستاعة ساعة انت ستاعة ساعة اولا مين يقول هاتش هيندل ستاعة ساعة ما دايه نقول عليك فخلوا نفسكم اهداف منطقية اهداف واقعية في نهاية اليوم المكافئة شون يجي المكافئة شي ميضركم ميكم بضرر مو تقول لي مكافئة مالتية شو افلام الطايحة هاي مو مكافئة هاي طايحان حاضر مكافئة مالتية روح بكوفي اشرب نرقل هاي مو مكافئة هاي مو مكافئة مكافئة شي لي مي دمر حياتي مي دمر صحتي ايسا مشاهدة حلقة مسلسلة هاي مسلسلة ما يكون بي اسوالي بطي عبا ما يدمر حياتي ليش سنة العشرة ساعة دارس بعد ما دوقكم وكل شحبكم وشوفكم في حلقات الغادمة